اشتركوا في القناة احنا بنتعامل معه الآن هو نفس الشيطان ونفس التصرفات ولا انه هذا الشيطان بيتغير اساليبه وادواته على مختلف العصور والايام والاشخاص ايضا هو هو نفس الشيطان ولكن ينبغي ان نوضح ان الشيطان مقسم المملكة بتاعته الى تخصصات في اوجه الشر يعني دلوقتي انا بقول عسكري او جندي في الشرطة او جندي في الجيش هذا الجندي اللي في الجيش صفته صفات الجنود جميعا واحدة انهم جنود لكن فيه جندي يبقى جندي مظلات وفيه جندي يبقى جندي مدفعية وفيه جندي يبقى جندي مدرعات وهكذا فهو زي مثال الجيش كل جندي بيوجه طاقة القتال من خلال تخصص فالجوهر عند ابليس هو الشر ولكن الشر بيتوجه بالطريقة تخصصية فالبعض بقت ارواح قتل البعض ارواح كذب البعض ارواح ضلال البعض ارواح زنى وهكذا ومن ثم فكل فصيل من فصائل جيشه شكل بطريقة تحقق الهدف الاساسي للمهمة بتاعته طبعا مايلغيش ان جند المظلات لو لو تواجه في موقف ينبغي انه يعمل عمل جندي المشاه يعمله فهو جندي فبرضو مايلغيش انه التخصص ده موجه ولكنه في الاخر هو واشطان ويقدر يشتغل فيه شغل المملكة حسب الاحتياج ولكن هم الشياطين اللي بيحركوا الحرب والقتال والقيادات والرؤساء وما اليه للشر هم بعينهم اللي بيحربوا الناس الطبيعيين هم بعينهم اللي بيحققوا الشهوات والرجسات الى اخر اشتركوا في القناة